أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برمومة الحالة بين الحاد لمن استطاع إليه سبيلا اليوم طبعا مثل ما بتعرفوا حلقتنا هي بعنوان هيا بنا نضحك على الله رقم السلسلة 2 يعني الحلقة الثانية من سلسلة هيا بنا نضحك على الله طبعا ضيوفنا الأخ الكريم أمير البحث شجاع البغدادي والأخ جورج يعني المفروض يكون معنا الأخ أحمد حرقان ولكن عنده النهض ضعيف شوي أظن رح ينتحق فينا لاحقا يعني خلونا نرحب بالضيوف أول شيء أهلا وسهلا فيكم يا شباب العربي هيا أهلا فيك أخويا جان وأهلا بالضيف العزيز جورج متشرف بحضوركم كالمعتاد وتحياتي لكل المشاهدين تحياتي للجميع وأنا أول مرة أسجل مع يارب ويسر سعيد يعني وأنا بصراحة سعيد أن أسجل معك واثنين هتكون وكان بدنا أحمد أحمد يلتحق فينا ياريت يا أحمد إذا كنت عم تشوف تعالى يا ابني تعالى 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 أصدقائي طبعا اليوم سؤال الحلقة رح يكون إذا أرسلنا نبوية إلى زمن في رحلة زمنية عبر الزمن يعني إلى زمن قريش عن محمد هل سينكحوها محمد للإجابة بنعم كتوب واحد تحت الفيديو بالإجابة اللي لا كتوب اثنين وآخر الحلقة رح نشوف التصويت نبوية سؤالة فيك نبوية تفضلي أهلاً أهلاً يا عم جان يعني أنت عاوز تقول أنه أنا وعيشة حنبقى ضرائر مشكل مش ضرائر ده أنت تبقى حتبقى الست ستات ده أنت عيونك زر إيا بيت يا خراشي يا خراشي خرص نبوية خليش أنت على جهة من أين نبدأ رياض من طيزة الدجاجة أنا سويت فيديو بصراحة وينو الله طيزة وينو الله حيا الطيز وينو الله هذا الطيز وينو الله لحظة لحظة خلينا نعملها سيمفونية أيوة أيوة الأخ رياض بطيزة الدجاج لأنشوف إعجاز علمي نريد منك إعجاز علمي على وصوله لنشوف طيزة الدجاج ماذا يخبئوا لنا يعني هاي الزلمة يفتخر إنو نبيه طلع أصدي نبيه طلع من المنفذة دي بيضة على ستيرويدز لا هاي بصراحة يعني هاي بيضة محمدية الزلمة هو فوق بالجنة كان عن منكح شاف بيضة قال لا تب عليه اسمي وبعتها لأطباعي بشان يصدقوا بنبوتي حلوة أنا على فكرة أشوف الصور دي لأول مرة حالي حال المشاهدين بس أول ما شفت البيضة فكرتها ترفع ثقال يعني بتلعب جيم بقى حنسميها بيضة شورتسي نيجر هادي لا هاي بيضة حمودية حمودية والنبي جورج حيقولها إزاي هايثة مطلعت شورتسي نيجر حيقولها إزاي بقى يلفظها حيلفظها إزاي باللهجة تاعته جورج 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 شو رأيك بهازي البويضة بما أنك دكتور يعني بما أنك دكتور هلا إزاي جاكت بما أنك دكتور بيضة خلاص دكتور إنت بكل حاجة بتاع كله إنت أنا سؤال إسماني خليني أسأل جورج محمد كان دكتور بيضة وكانت إسمع بيضة دكتور مضين من أي جامعة كامبريج في البلد تخصص البلد طيز الدجاج وحلولها بالإنجليزي من الصحول من الصحول من الصحول جورج خلونا نسأل سؤال لجورج يا جورج يا حبيبنا أنت دكتور وفهمان وتعرفي تعرفي بكل الأنواع يعني على محمد The tea is going and coming خلونا نسأل السؤال يا شباب خلونا نسأل السؤال يا شباب طيب طيب هل طبيا معقول أن محمد يمضي على هالبيضة بدون ما يدخل لجوة يمضي عليها أو يعني كيف بالأشعة الحمراء بيبعث الإنضاء أو لازم يدخل لجوة يعني هو مش عقل يعني ندخل في طيز الدجاج معلومة تبقى السؤال يعني إيه الهدف إيه الهدف نزلت فيها آية سبحان الذي أدخل رسوله في طيز الدجاجة في ليلة مقدارها عشرة ميلي يتفاطر في ليلة القدري في ليلة طيز الدجاج يتفاطر أعني عوزين نعرف هو وصل اسمه للبيضة الزائف بأي ميثدولوجي عوزين نعرف الميثدولوجي بقى يعني السؤال هو لجورج جورج يبقى السؤاله قائما يعني لا تتهرب أرجوب هل لازم يدخل في الزيعين اللي جوة يمضي ولا عبر الساتلائت الأشعة الحمراء من الجنة عبر الجبريل ممكن نكون أرسل لجبريل لصدق الفرق عشان نكتب عليها عبر المتطبع جورج صوتك شوي ما واضح ما بعرف إذا في مشكلة طيب أوكي معك طيب خلينا رياض لما يأتي جورج هو كان يقول أنه جبريل مبعوث بعثة خاصة على حساب الله مقدار 10 مليون دولار حتى يفوت وين تعرف عدنان إبراهيم تكلم عن الإمكانية العلمية للوحي ويستشهد بالكوانتم فيزيكس فبسلوب الكوانتم فيزيكس راح جبريل طبعا تعرف أنت لحاديث لجبريل أنه هو حجمه يغطي الأفق وعنده 64 جناح تقريبا 64 جناح لكن في هذه توم كروزا عامل فيلم شو كان اسمه Mission Impossible أيوة Mission Impossible راح داخل هو بطيزة دجاجة بحجم الذرة وجايب الأوتوغراف بتاع محمد وخطع البيضة وطلعت بس الدجاجة تعذبت و هي تنزل البيضة يا أخ جام مين لأنه البيضة عليها إمضاء محمد فكانت بهستيريا مش عارفة تنزل ولا ما تنزلش ما تعرف داخل السبع دوخات لنزلت البيضة وحطوه لها فازيلين وحطوه لها كريمة على فكرة البيضة دي مخشوشة أقولك ليه محمد كان مصماجي ما كانش بعرف يمضي يا خراب يعني يعني فممكن يكون حليا بص ميته لكن الامضة دي بص دي فعلا مببوط مببوط يعني بعد هالعذاب كله طلع طلع اللي يوم دا مزيافة دي عايزين خبير بصمات بالله يربح بصمات من خبيضة شوف بصمة محمد عليها هو 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 خبير البصمات شفناها الخبراء على يعني على خبراء كان في شفت رياض من العلماء الباحثين كان عم بحثوا الجيجة بالمجهر أصبر البيضة جامعة جامعة الملك حنطفيس في المملكة السعودية هذول الخريجين هذول الجامعات في أكسفورد وكيمبرج وهارفرد كل يوم تليفونات رقع علي هذول العلماء السعوديين عاوزين بالنبي احنا عندنا مسائل مش عارفين نحلها أقول لهم والله أسفر هم هم بزي رائد نحن بيدرسوا طيز الأص الناس لا يمكننا نحن نحن ربا هذا الطيز واحدة واحدة فليحوثوا ربا هذا الطيز طيب خلونا هجماعة من الضحك صالي ساعة بحاول أشرب كمعة مش عادل أشرب من الضحك طيب خلونا نشوف الطيز الثانية ونشوف الشكيلات الحلوة هاي الله كل عوزوا برب الفلق من شر ما خلق كل عوزوا برب الفلق شو رأيكم مكتوب عليها فعلا كل عوزوا برب الفلق فأنا مش مش واضح عندي الصورة هاي فعلا خطوط كده بس هل مكتوب عليها كل عوزوا برب الفلق لا مكتوب عليها الله 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 هاي هاي مايكل أنجلو بقى ما كنتش عارف انه في ملاك مخصص للنقش على البيض عندهم عندهم كل بتدعوا كلهم بتدعوا كله الملائكة بايكل أنجلو بدي أسألكم هلا اللي برهم إله ببرهم ذاته من طيز جيرجي اي شو باسم المميز لازم يكون أو الاسم الواقع يكون لها الإله إله الضياب جواب جواب الأخ رياض أنا خاف أقولها بس إله الاطيازة ها هو سويت فيديو باسم إله الطيز يعني إله الطيز يعني شفت يسوع الأسبوع الماضي لما كان عامل هيك لما يتكلم ما بعرف إذا شفت يسوع جورج لا ما شفتش يسوع الدلوع حطوله الصورة يا جان حطوله الصورة خليه ياخد بركة لا يجب عندي عندي إياها عندي إياها ولو أهلا وسهلا أهلا وسهلا خلونا نشوف يسوع الدلوع ناخد بركة يمعند يسوع الدلوع لما يتكلم فيديو أد مش عارف انتم طبعين ولو لا اسمه الخليل كوميدي لا معرفوش الوقت ده طلع على يوتيوب وهو غالبا مختلع عقلية لو عنده مشكلة متخيل انه هو كوميدي وبيعمل فيديوهات يعني فيديوهات حويتة جدا وملفهش أي حاجة كوميديية خلص ومتخيل انه هو بنسمي نفسه أصلا الدحكة في مصر ملك الكوميدي يا السلام عرب ستار في برنامج رامز كان في رمضان اللي فاد فرامز قال المفروض القبل ما يقول النقطة يقسوها بجهاز جديد اسمه البيضوميتر عشان يعرفو ماذا تقول النقطة فممكن نجيب البيضوميتر نستعمله ورده في جهاز كشف البيض تحط البيضة تقولها كلمة الله في جهاز البيضوميتر عشان نعرف ماذا قوة كلمة الله على الحفر في البيضة أنا بس دا ذكر أصدقائي بسؤال الحلقة أنه إذا أرسلنا نبوية في رحلة عبر الزمن إلى زمن قريش هل سينكحوها محمد للإجابة بنعم اكتب واحد تحت الفيديو للإجابة بلا اكتب اثنين تحت الفيديو طبعا في معجزة ثانية خيجان اه تفضل وهي إذا أنتم مش منتبهين على نبوية أيضا اكتشفنا وأنا بغير البامبرز البارح الله أكبر الله أكبر ايوه ايوه بغير البامبرز وفاجأة ما تشوفش إلا النور والناس كلها تكبير هي يا جماعة في نبوية بقى دي علامة المهر المقدم للزواج للنكاح مهر النكاح عجاز دا ولا مش عجاز يا ولادة يبتوع المدارس كلها عجاز خلونا نشوف يسوع الدلوع ايه هو يسوع كمان صاف دعاءاتم استجابة يعني اليومين دون يسوع الدلوع هون حبيبنا يسوع الدلوع يا جورج هاي يسوع الدلوع فتح يدي بس ما بعرف إذا حكى شو بني دا كلب دا ولا شايف الصورة جورج آه شايف الصورة ها دا كلب ولا إيه نوع الطيز دي هادي نعجة نعجة نعم نعم نعجة يعني برأيك إذا يسوع الدلوع عادة تكلم ماذا سيقول الانجة بسي Clock تتخيل هاي و الخرى هاي 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 الصورة هاي لازم يسميere عندما يتكلم المسيح هو حيقول أكيد التطويبات المعروفة طوبة لأكلين الخرة هذا الشيطاني اللي أنا أختلف فيه لما تقرأ سورة البقرة وإن خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون أهو ده الشيطان بتاعي هذا المينيون أقرع مثلنا ما أخذ صلعة لما يضحك كان المفروض جورج يحلق على الزيرو كمان زينا بقى اعتراض على بيض الدجاج أيوه طيب طيب خلينا نسأل نباوية قبل ما ننتقل صورة كانت و تعال يا نباوية أيوه نباوية نباولية خدامك يا باشا يا حبيبة بابا شوفي نحن رح نبعتك في رحلة عبر الزمن إلى زمن قريش بس حاسب ما ترجعنيش قوي قوي لحسن أرجع حيوان ما نوي لا 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 مش حسن أرجع يا حيوان ما نوي رح نبعتك لعن محمد إذا شفتك سألون عليك تيض الحبيبي يا رسول الله لقد أرسلوني إليك بالخطأ فلا تفعلها وشوفينا يا إذا رح يفعلها ولا لا يا عمي دا حيفخذ هو ما حيقدارش يعمل حاجة مظبوط فحيعد يفخذلي أنا في السنة دا قاعد يفخذلي هاد سيجاريو هاد سيجاريو هاد سيجاريو هاد سيجاريو عشان هي كده بتحرق سيجاير نباوية خايفة من التفخيذ بس صدقني يا رياض إذا إذا نباوية يعني بس رفعت هيك و شافت محمد شاف الله أكبر طابور عمر وأبو بكر أول ناس واكفين بالطابور حتشوف كل واحد ما شادر أقول طيب خلونا نشوف بس الأول مثل ما قلنا لازم وائل يقضي منها وطر فلما قضى وائل منها وطرا زوجناك إياه وائل قضى ولا لسه لا لسه ما قضاش الوطر وامتح راحيب يا وطر ما هذا وطره كبير هذا وطر يطول كل واحد حرب وطره طيب خلونا يا جماعة فيه شغلي يعني بصراحة أنا كتير مهتم فيه اهتماماتك زايدة هالأيام جان مهتم بالعطار أنا مهتم بصراحة يعني أنا صار عندي في دماغي يعني حروب وإقلابات وتمردات وعصيان على سؤال واحد كيف نعرف جحشة النبي من هي جحشة النبي يعفور لا مهو يعفور البوراق في عنده عنده استبلح كامير ما شاء الله يعني هو عنده يعفور وجبريل والتاني هذا الأخير شو اسمه هذا البوراق البوراق هذا كان لامبرغيني تعيته بالضبط كان نفسي أعرف شكله هذا البوراق هذا طيب إراحرم تشوف الصورة ونتعرف عليه إذا كان هو ولا لا يعني على كل حال عندي عدة صور لا هذا البتاع شو اسمه البوراق نعم نشوف إذا نتعرف عليه إذا كان نتعرف عليه البوراق البوراق إيرويز البوراق إيرويز البوراق إيرويز حلوة دي طيب هل هو هذا يعني هذا بوراق جاي حاطت علامة قوس قزح على جناحاته هذا البوراق هذا يعني ما بعرف اختلف العلماء عليه يعني هل هو بوراق النبي يعني فيه جامع وفيه محاطة لا وكانت القبة ودجاء مبنية فوق القبة وفيه شهوب فيه شيطان طاير بالسماء وفيه شهوب لحته هو الله بدي يحمي نبيه بس النبي وينه مانا شايفينه؟ حرام يصورون النبي زي ما انت عارفه يا جان هو كان بيسخن البوراق كان مدور البوراق بيسخنه قبل ما يطلع جان يشهو كبات أهوة قبل ما البوراق يطلع قبل ما البوراق يسخن هو جان مش موجود لانه راح يمضي على البيضة هو راح يوفزم بصماجي اصلا يعني بصماجي اوه في هاي بيطيروا لمحمد يعني ولا شو رأيكم انتو؟ نا هو كان فاستي كلاس با وجبريل كل شوية جايب لصينية فيها شربات تعرف انت المضيفين بالطيارات كيف يضيفوك كل شوية قبنة شوية زيتونة ويقول له محمد اذا انتظروا الانتعارف المضيفة بتعمل هاي الحركات الاكزد 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 جهة طيزة البوراق من وره واذا بصيت للشمال حتشوف بحير الراهب وهو عايد بيزق بالصحراء واذا بصيت لليمين حتشوف آسيا ما هو شاف انت ما شفتش الفيديو بتاع عمر خالد شاف مصر وشاف الأردن وشاف كل حقه هو من فوق والله هي شاف آسيا ومش عارف اسمها ايه وهي في غرفة النكاح وشاف كل حاجات كثيرة هو من فوق يعني تعرف عنده ادفانتج يسموه الادفانتج فيو طيب خلونا نشوف البوراق الحقيقي ما بعرف انا بصراحة يعني هل هو البوراق ام غير البوراق يعني انا بدي افحص يعني بوراق النبي اللهم صلي عن النبي يعني اظن 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 هالصورة هاي رائعة يعني بس المشكلة الحبشية يعني هو ما بيحب الحبشيات هو بتاع كله ايه ما بيحب الحبشية هذا يحب الزلط اي حاجة بس المهم منقور يعني محفور هذا يمشي عنده المهم تكون انثة يعني المهم تكون ايه المهم تكون ايه المهم تكون عندها حنطفيس هذا يمشي عندها حنطفيس اهلا وسهلا ما عندهاش حنطفيس يعدي اللي بعده هو يعني لولا الحنطفيس لما مات بني خفيس يعني هو كان استشل من المهم لولا الحنطفيس لما باضت الدجاجة من الطيز معروفة هذا حديث مروي عن الخنفري طيب انا راح افرجلكم يعني كنا عم نمزح اظن انه البراق هادا كان اااااااا اعتقد يعني ما كانو هالبراق يعني البراقات مزيفة ضعيف 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 مثل الحديث الضعيف يعني تعرف يا اخي يجان انو الباحثين في سيرن مقدم لهم احنا دراسة ، لأن البراق طبعاً شكلها لا يساعي أي يعني بالوصف الفيزيائي طيزة 4 كيلو وكرشة 6 كيلو كيف رح يطير هذا الجناح انت شايف النسر النسر وزنه 4 كيلو وجناحاته 70 متر لما يفتح جناحاته بس حتى يطير النسر فما بالك بالبراق فطبعا ما بحث سير جدا جدا يعني البحوث مستجاري ولا زالت بعد 14 قرنا لمعرفة ودراسة سر المكانزم لطيران البراق بس حبيت اقول فضل طيب خلونا نشوف البراق الحقيقي يعني اظن ممكن الدارسين يعرفوا بس انا المشكلة عندي ما عم بفهم وين وين بيعود محمد يعني وين قعد لما اطلع البراق هاي مشكلتي بصراحة انا بدي من يفهمني اياها يعني اظن يعني جميلة بشعر وانثى اهم الشي يعني يعني انثى وممكن يطير فهو هاي اول طيرانه يعني عبد لا سهلة الاجابة طبعا هو لما يركب مثل هذا النوع من البراق راح يصير عنده يعني انتصاب في العضو الذكري وتعرفون انتو الحللوها يتركب شي يتركب على شي وحيمسك فيها جامد وهي بتطير يعني ما فيش مصعبة يعني مثل العصا هاي لما بيضربوا الحمير فيها يعني بيرأي بس من ورا يضربوها من ورا جورج بيرأيك بما انك طبيبي يعني بيرأيك يا دي دينينا على الطبيب طبيب بيض ولا طبيب براق انت حتقرى على العالم يا عمي ما هم أطيباء كل حاجة بقى البراق هذا بصراحة يعني بده بده وزارة وزارة الصحة حتى تعرف انه هذا الحمار يطير ولا لا ممكن نجيب طبيب الحيض والنفاس يعني يعني التعريف يعني ممكن يشرح لانه الموضوع ده يعني انت ما لك علاقة بالحيض والنفاس لا فيه طبيب متخصص للحيض والنفاس ايوة هايثن طلعت طيب هل ممكن تشرح لنا اذا كان البراق دي الحلوة دي فبتحيض ولا لا اذا كان بطير وتبقى بتحاقب لا كان هيزعل قوي كان هيزعل اذا كان بيزعل لما عيشك بمطحيض ويقعد حك في رجليه اوة بتاعه الكلام ده مش من عندي يعني الكلام ده حديث عائشة عليها السلام اخذ راحتك يعني حتى اذا بدك ما في مشكلة يعني ممكن نحن لكن هلا هلا ده صح الكلام دي فعلا ان انا طلعت قبل كده من كنت عامله في مقطع قبل كده وكنت عيشة بتقول ايام هي كان بتحيض كان بيبقى المعلم سخنان ومش عارف يعمل ايه فكان بيقعد يقول لها طب اكشفي عن رجليكي مثلا اي مصلحة في اي عادي الكلام بين احضانة وهي حائض يعني ثم يأمرها ويباشرها نحن على كل حال ما لنا علاقة بالموضوع عادة نحن هون في جلسة مع الله ورسوله يعني بس السؤال يعني السؤال انه كانت حائض البراقة يعني هو كان ذكر او انثى مش عارف يعني هو غي اعتقد هوموسكشو البراق انت تلاحظ من الوان الاجنحة ملوانين قوس قزح وهذا الرمز معروف رمز الالوان القوس قزح على اجنحة البراق وفي حديث اعتقد ان الرسول يسأل البراق وهل تحب مجامعة الاناث؟ وحاقة زي كده هذا السؤال كان لا يعفور اه لا يعفور وهو يسأل اي جحش يركبه لازم يسأله نفس هذا السؤال حتى يقضي الوقت تعرف الرحلة طوال خمس دقائق بلمح البصر حتى يوصل فيعمل كونفرزيشن بقى الكونفرزيشن انت بتحب ايه اي نوع من الاناث والخرطوم عندك طوله عشرة سمتي يعني حاجات زي كده طيب نحن على راح نشوف يعني متل ما بولو قربطوا الاحزيمة لجماعة المسلمين خصوصا يعني طبعا حلم كل مسلم انه يشوف نبيه وانا حضرت له لنبيه انه هو قاعد عال عالبراقبه هو الطاير رايح لعند الله في رحلته الى السماء دعونا نشوف محمد وهو في رحلته الى السماء بس المشكلة فضلني هذا محمد وفي رحلته الى السماء صلوا عالنبيه صل على دوكنز وآلا دوكنز هذا محمد شكله شينيز رياض رياض انت بسطع معك حلو عاجل العرقية دول الشيء على مبور اللهم صل على محمد وآل محمد نحنو لك يا تلحين نعم مضبوط اقول لك هذا براق او جراف مقطوعه رخبته شكله غريب صراحة هي مثل الحرباية مثل لون محمد تغير الاشتراك ها ها هون المشكلة لما بطلع محمد ما بتقدر الطير فبتخبي اجنحته بصيره نفاسه اه التكنولوجيا ضراط النفاف بتاعت الكيالي مشكلة؟ بصير بتنفس تنفيسه حتى الطير تصاله فسرعة الضوء ما اظن بالاجنحة يعني ممكن تاخد سرعة الضوء برأيك انت جورج بما انك تطفيدي هل ممكن الطيران بدون اجنحة؟ نعم محمد مش مستحيل سهلة سهلة محمد اخترعلك هاي حاجة انت عايزه لا يا راجل طبيب وخلو فيها طبيب خلاص بنا اما اقولك مش عاد بطير برأك بكاعد برأك ما ايش فيها طبيب تعرف يا جان ما اي حاجة بتبقى نقصة وما وحا تتكسر فهو الفنان مستعجل قال يلا نرسم له بسرعة برأك وين صارت يا جان صوتك اختفى ماذا؟ اعم تسمعون يلا؟ ايوة فيه ليتنسي هل تسمعون نعم نعم نسمعك نعم نسمعك الحوّل تسمعون يلي؟ مش عارف يا جورج وين كانوا تجربة تسمعو يا جورج؟ أين سامعو هو سمعه هو سمعه بس عمل نفسه مش عامل يعني بعض في ديلاي بس عمل صوته في ديلاي باعتبارك طبيب يعني هو سمعه كويس باعتبارك طبيب باعتبارك طبيب طيب نحن نحن نشتنا وشفنا كيفية الركوب على البراق وفهمنا وفهمنا كيفية طيران البراق كان عبر النفس يعني خلونا نشوف محمد ووصل للجنة شو عم بيعمي السبيل يا رسول الله حبيبي يا رسول الله يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله خلونا نشوف محمد اش عم سايب الجنة محمد هول ما وصل ما احلى حلم هذي الليلة محمد يمارس البتاع في الجنة الشيء المميز ان الوصل تبعه جدرانه كله مرسوم عليها اشياء يعني مخجلة بقى يا نبوية غطي عيونك يا نبوية عيب اشياء 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 كاميرا صغيرة وتجسس على الله تجسس على جنة الله فجابنا الصورة هاي لقطنها الصورة هاي ماذا فعل محمد اول ما داخل الجنة خلينا نرجع لجورج جورج بما انك طبيب هل الجسد البشري هذا محمد يعني لما محمد طلع ما من اهل الجنة طلع من اهل من اهل الصحراء يعني وطلع على فوق هل ممكن محمد تكون عنده قوة جنسية لكل هالنساء الحوالي هو بدأ بوحده هل ممكن يكمل الرحلة يعني برأيك مش عارض مش عارض ده السوال ده على اعتبار ايه مكينيكي سينا اما اسألك بمانغ طبيب يا اخي يا اخي ايه الحاجات دي مش موجودة بالطبع ممكن يشوف نجار مساء اللح يشوف لنا مش بعده يعني يعني كلا بالجامعات اللي درستها انت ما كدبوا مثلا يعني طب ما اقولك المحمد كان بقوة اربعين رجل مثلا يعني ما هي قوة اللي الرجل بتتأذب ايه يعني القصان مثلا ولا بتتأذب ايه يعني ايه معد يعني ايه الوحدة القياس بتاعت قوة الرجل عشان يبقى محمد عنده قوة اربعين رجل اظن 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 الوحدة القياس اللي كانوا قويسوه القريش ومن لفهم بالبطارية الصغيرة البيضوميتر يعني 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 محمد لازم عنده قم بطارية حتى يجمع كل النساء هاي ما هو معجزة جبريل وعطاه كابسولة زرق فياقرة وحتها بطيزة دجاجة ويقدر يجامع كل النساء وهو متدرب طبعا تعرف هو كان يتدرب على عيشة وعلى حفصة عيشة عمرها تسع سنين وحفصة عمرها اثناع السنة يعني كان باليوم الواحد يمر عليهم عشرين مرة يمكن باليوم الواحد فهذه عطته شوية يعني يعني فطبعا I'm not surprised يعني أنا مش مستغرب أبدا يعني في حقات كتيرة بس من قدرش نقول لانو الوقت والأنسات والأندر ايج بقى ونبوية عادة هنا قنبية النبوية ما عرفش يعني روحي من هنا يا نبوية ارقاعي بعدين أنا أعرف يعني أبوه هو هو محمد بصراحة يعني هو صح مثل ما قالت انت رياض انه experience وعم تجارب وزلمة مغامراتي يعني مغامراته وصلت لبناته أصفر يعني بس السر بالكفيت عيد جبريل لما نزله جبريل نزله أكله من عندها فيه كفتة وشوية محاشية أظن سموها الكفيت العرب يعني هذا الفياغرة تبعهم أظن يعني أظن الكفيت الجنة صحيح مضبوط طيب لنشوف سموها انسيناله سورة أخرى صرايا سر يا أما تخيل موسيقى محمد في الجنة أنا أتخيل موسيقى من السبعينيات دائما يحطوا موسيقى من السبعينيات مع هذا النوع من الصور فليس ما يستمع إلى موسيقى أو حاجة زي كده هو في الجنة يمارس أكمل آسف عن مقاطعة أكمل شونا أه الموسيقى اللي كانوا يسمعون مثلا هو ولما بيكون مع جماعته أهل الجنة يعني عنده 70 ألف حورية يعني لما بتجي الحورية ما هو الموسيقى اللي يسمعوها مثلا بشان ريلاكس أنا لا أعتقد أن محمد كان بيسمعه موسيقى وفن راقي جدا أعطقدش محمد أنه عمره كان بيسمع موسيقى صحيح الكلام ده فعلا هل محمد كان بيسمع موسيقى يعني في اي حديث بتقولي محمد مثلا كان بيسمع اي نوع من الموسيقى وبيغني او بيحب الغناية وموسيقى الموسيقى فن راكي جدا يعني محمد ما وصلوش اه هو الرزومي بتاع محمد فيه بالزبط يعني ماتل حد يشعلينا الرزومي بتاعه وكلا يعني محمد جاء مقدم ناردة على شغلنا في اي حتى بيكتب الرزومي بتاعه الخبرات السابقة مثلا القدرات بتاعه ايه ممكن ايه كوة اربعين راجل مثلا يتحط في الرزومي ايه يعني يعني السي في سي في حيحط ايه جاند السي في لما يقدم عشوك السي في ما انا بالقناة يعني هو في كتير اليوم مسلا لنساء كبيرات بالعمر او شيء من هالقبيل يعني ما عندن اصحاب ما عندن رجال شيء ممكن يعني يدفعوا شوية فلوس و للرجال يونغ منتنا بول يعني شباب فمحمد اظن يعني انسب شغلة له هالشغلة يعني ممكن يصير جابل يعني خصوص مسائل غنيات غناء تاحش يعني فممكن اشتغل هالشغلة السي بي تبع يكتبك انو ممارس للدعارة بأرخص الاسعار يعني ومساوي مما اوكيزيون كمان بساوي وانا اتذكر مسرحية الزعيم لعادل امام فبيقول انو نابليون بونابارت ساب الحملة الفرنسية ومعركة ابو قير وجاي يمضي على طباق فذا تخيل انو محمد تارك غزوة احود وغزوة الخندق واعد يبصم على البيض بيض الدجاج يعني هاي experience هو بالبصن لا يتفضل خلونا نرجع على البيض شوي في عنا يعني الجيج الجيج صار يسبح بحمد يا ربي يعني اليوم في جيجة تكتب الله اكبر يعني تصوروا يا كفار يعني ليش ما بتأمنوا بي الله بعتلكم المسج الرسالة السماوية بالتكوجية يعني بعتها على الفيسب بعتها على اليوتيوب بعتها في كل اسقاع الانترنت ومع ذلك يا كفرا يا ملحدين تنكرون وجود الله يالله يالله يا نبوي خلونا يالله يا نبوي عشان نلحن نصلي الظهر ركعتين مع بعض يا نبوي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِنُونَ قَالُوا لَا تَوْتَنِي هَوْ بَشْرُونَ بِهُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونَيْ عَلَامًا فَسُمْيَ الْكِبَارُ فَكْمَ تُبَشْرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِكُمْ بِهُلَامٍ عَلِيمٍ لا خلاص عرفت الحجة عرفت اللعبة يا جان لا 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 بس جان انت معانا جان يلا أصرت معكم يعني الخدعة الخدعة مكشور بدون خدعة ما في خدعة ما وظل تكون في خدعة خدعة معروفة ما في خدعة جي جي عرفت تكتب الله وإنما تعرف تقول الله بكل بساطة انه الشخص مرجع الفيديو ريفيرس لورا هو حاطط الله يخلي الدجاج تيجي وتاكل عادي هي بتاكل من هذه الحبوب اللي على شكل الله فيرجع الشريط لورا ويبدو وكأنما الدجاجة تخط اسم الله ولكن الفيديو مرجع لورا هذي هي الخدعة يعني هاي ما تعبرش علينا يعني بالعسر تددت يعني أنا زيادة مصابة معالم كفري طيب انت من أهل النار انت من أهل النار يعني صحبة صحبة ان شاء الله يعني نجم لكي تاني أكثر من كده بقى جبنا لك البيض والفراغ وعايز هي تاني مش عايز تؤمن برضه انت من أهل النار بدي عشة لك جورج يعني برايك شو الهدف المسلم لما بيحط هيك فيديو وبينشره على الناس هي يعني شو الهدف من من هذيك فيديو يعني مش فيه حاجة لنسمع مش عارف فيه يعني حاجة في الإسلام من الشراعي الإسلامية ان انت من حقك تجذب عشان تحبب الناس في الله مثلا اوه مش عارف اسمعين غير التقية يعني فيه التقية او زي التقية يمكن حديث معاريد او المعاريد اوه هي المعاريد فاللي هو بيعمله يعني يقولك يا أخي حتى لو انت كلمت يعني يقولك يعني انا قصدي ان انا اقرب الناس لله وبتاع خلاص مسموح له ده كده بروخس يعني عنده لايسنس لا اوه اخد رخصة من إله الدجاج شوف انت الفارق بين الله مثلا إله الدجاج هو إله نحنا جلدة الحنفية يعني لا هل تستطيع الدجاجة انها تعيش من غير الحنفية أكيد لا هل تستطيع اي البيت ده يعرف ينزل من غير الحنفية لازم مايه وبتاعه اي صحيح إلهنا جلدة الحنفية جل جلاله وانا من بركة جنبها وبشر الناس بجلدة الحنفية صحيح وقد ارسلني اليكم أيها القوم وعايزين نانك أحباهو شوق مصلحة وبتاعه وعالكم حتتيني عجاز يعني يعني ما اخوش عالكم حتتيني عجاز كده على اي حاجة وقلوكو انا جلدة الحنفية وعايزين بقى مصلحة يعني اي رقم تليبون مثلا بتاعه اي واحدة وهبت نفسها للنبي اللي هو انا مفيش مشكلة انا رجل نبي بقى نبي جلدة الحنفية اوف اوف يا نبي جلدة الحنفية طيب طيب خلونا نولى صورة اخرى وبعدها راح نفتح الاسكايب للاصدقاء ويشاركونا اصدقائي انا بتمنى مشابكاتكم يعني وتغنونا الحق ونضحك مع بعض يعني على الهل تافي هاد اللي اسمه الله اه خلونا نشوف اه يعني لما كان في الغار يحدث ربه متل ما انا شايفين اصدقائي هاد غار حراء ومن هناك بقى بغار حراء ماذا ابو بكر هاذا ابو بكر هاذا اثنين اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا هوا هل شفت اول ما شفت دمعت عيني طيب خلينا نشوفه مرة تانية فكرته هو الزلمي صراحة فكرته هو وأول ما شفته دمعت عيني يعني يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله دابوس الحقر بقى هذا قرد وهابي سلفي الإسلام مش حكرا على البشر فقط وإنما الحيوانات أيضا تدخل في الإسلام فهذا جاي حج جاي أخذ بركة من غار حرة وعنده دعوات هو يا رب يا رب نزلي كمان فرختين شوه من طيزي وطيزي حمراء وارقوك يا ربي عنده أظن نظريتك خطأة هذا من أحفاظ القردة والخنازير وممسخون سواء القردة أو اليهود فهذا جاي يتوب عن محمد يا محمد دخيلة يا محمد أسف خيلا أسف وغلطنا أرجع من يعلمين أن تم القروض أظن الله أعلم أنا أتخيل أن النس ناس أو القردة هو يطلع الجبل يغني تواشيح دينية طال عالبادر وعاله هو وما أخذ كل الشمبانزي ابن عمه والقوريلا وطارعين على الكهف وما أعرف يعني بس بأفتح السكايب أنا شو راي يكون نشوف إنا صورة تانية بعدين نفتح السكايب هايسر بيقولك الله أكبر في كل حلقة تزدادون تفاهة فكرة هايسر طيب نشوف الله يعني هو ربنا هذا العظيم ما اكتفى بطيز الجيج وما اكتفى بغار حراء ما اكتفى بالبراء في معجزة إن لم تتوبوا إلى الله هايسر أنا تائب خلص هايسر بجد يعني أنا بعد ما شفت المنظر هادي يعني مستحيل إنسان يشوف هيك صورة ويبقى كافر بالله تعالى يعني هاي وحدة تعيت الدجاجة اللي بترجع اللي تزوع لا 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 يا رجل الدجاج انتهى موطب سهل الله نحنا جينا على البقرة يعني هو يعز البقرة هو هو منزل آية كاملة في صورة البقرة يعني لها البقرة الحلوة فالآية هاي وحتى حط اسمه عليها يعني الله أعلم لا هاي ضاربها بليتش كلورين كلورين يعني ما هي شغل اظن 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 دهنا دهان يعني دهان من جهة ويضرب بليتش من جهة والله يعني ما عرف انه اش معنى هو البقرة تذكرني بواحد مسلم سلفي يعني هو متأثر بالقرآن وصورة البقرة انت عارف بقى صورة البقرة فكل ما تتصل فيه ويا ويلك اذا يعني لازم تترك له مسج لانه تسمع المسج يقولك السلام عليكم لقد وصلت الى الحج فلان الفلان رجاء ان تترك لي المسج بعد سماعك الى صورة البقرة لازم تسمع صورة البقرة عشان تترك له مسج والسلف بعد جورج جورج بما انك طبيب طيب في عنا خانه 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 حبيبي خليك معنا طيب خليك معنا كمان جانو بدي اتصل جورج بما انك طبيب كيف تفسر اسم الله على جلد البقرة يعني فبا هذا عجاز يا صديقي لقد عجز عنا وعلم الطب انه هو عجاز لقد امنت لا لا ما درس الحاجات دي ما بتتدرسش يبتتخت في العضل يعني ما درسك في عالم الجلود مثلا لا لا بتتدرس في عالم اللي تخد احوالنا في العضل كده وحوالنا الشراجية بس تصحى تلاقي نفسك مؤمن بصورة البقرة لا حول ولا القوة الا بالله طيب معنا اتصال من الاخ جانو 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 خانو اسف في عنا خانو جانو وخالين ورا بعض يعني بالبداية ناخد خانو تفضل خانو حبيبي اول اشي انا بحيي علي صوتك علوت عالي صوتك خانو انا بحيي جورس وبحيي اخوي ابو يوسر لا حبيبي انا بحييي انا بحييي انا بحييي جانو خانو خانو صوتك ما واضح نهائيا انا ما عم بسمعه فكيف المشاهد انا بحييي ساكلى ارجع حي معك لا حيك قويس بحيييه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ما اسمه هذا غار خراء غار خراء اه تحياتي الى اخوة النيوسف و اخوة الناس و اخوة الناس ولو حبيبي ولو جان اخي خانو اخي خانو خانو عني صوتك كمان عني صوتك كمان قرب على قد ما تقدر قرب على نعم نعم اه عليها في حياة الى ديوطا التغلى الثالثة عيوشة لما تحصل الصفان اها انهم المسلمين يقولون ان محمد و كان موجود من صوتك مرحب ولا هودكزور ولا بان سے اشي باريش انه لو محمد كان موجود كان حل مشاكل الكل ويكون كله بكل سعي وقت مشكلة عيوشة تعطي تطور كلا بدنا في هنا إلا بسهد صحيح صحيح الشغلة الثالثة انه يعني هدا قبضة لما يبني رح يبني وليب على جاحت وفي العبار وفي العبار تنسبة لما ي Saada وكيف نبني تنسبة هذا بالفعل خطه سيئ بالفعل خطه سيئ لها الدرجة سيئ زينا ها سيئ ها ها هو الاخ خانه عم بيقول انه يعني العم بيخط اسمه على جلود الجحيش و جلود البقر المترجم للقناة 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 الحاجة اتكلم بصوتي فمن ساعتها من سنتين لحد دلوقتي انا ما ما بفوتش تقريبا حاجة يعني في كل القناة انا مشترك فيها وباعد اسمع كل يعني حتى وانا في قمة يعني اسلامي كنت برضه بفضل قعد اسمع انا بحب اللي هو ده يقول فكرة من هنا ده يقول فكرة وتضرب القفجار والمانع والمشكلة يعني احنا موجودين عشان ايه عشان قدر كل واحد يضلي بدله يعني وفي الاول في الاخر هنخرج سواء انت عندك فكرة او انا عندي فكرة مختلف بس هنفرم بعض دكات نفيش مشكلة بس فانا ابدأ اكد ان هم عادين بالناس المسلمة اكتر من الغير المسلمين وبيتابعوك بس انا عارف اصلا انا كنت كده برضه اه بلوبة قبل ما تقفل قبل ما تقفل الحمدالله على السلامة الحمدالله الى الهنا جلدة الحنفية على سلامتك وصلتي اخيرا الى انفطار الواقع الحنفية عليك سلبة والله ما عليش انت عشان لم تؤمن بجلدة الحنفية بعد انت لسه في مرحلة البحث اكيد انا بدعوك الى الايمان بإلهنا جلدة الحنفية وبعدين لا لا بتاعنا احنا بقى دف الحنفية مش هتلاقي بحدة تانية جورج جورج خليني اتدخل اسف يعني يعني اله كده جلدة الحنفية ما بيمشي الحال يعني هلا جلدة الحنفية اذا حب يبعث رسول شو بدي يبعث ما بعتني انت مش مصدقني باعتباره طبيب بس نوبا الناس اللي ازاي هايصر الفكرة بسعب ان هما يوصلوا المرحلة انت وصفت على ان الناس دي لو كان بطر احمد علي هنا كان يعني ممكن يتابع اكتر في الكلام اللي انا اقوله الناس دي بيبقى فيه في دماغه فكرة ان انا مش عارف بس اكيد فيه حد تاني عارف فانا مطلعش نظر بنفسي لان انا معلومات يقول ايه لا بس اكيد فيه حد تاني معلوماته اكتر اكيد فيه حد تاني يعرف يرد فهو مازال المسكين يبحث عن الشخص اللي معلوماته اكتر منه اللي هيعرف يرد علينا فهيفضل طول الوقت متعلق بالاشياء دي او بالشخصية الوهمية دي اللي هي مش موجودة في التاريخ اللي هي هتعرف ترد على السنة دي عشان كده بيدخل يتكلموا وبتاع انتم مش عارفين انتم تاب روحوا وشوفوا فلان تاب روحوا وشوفوا تاب خش شوف الفيديو ده هو متخيل ان فيه حد تاني بيعرف يرد عشان كده هو الحد النهاردة اجبا او مش قادر ياخد خطوة انه هو يتلع يتكلم لانه هو يعلم يعلم جيدا جواه انه هو ما يعرفش يرد على الحاجة بس هو متخيل ان فيه حد تاني شخصية وهمية اخرى ممكن تيجي ترد ورياضي يوم الاربع هيوريله دكتور الحد والنفاس متضبطوا انا انا من هالمنبر المتواضع هاد يعني اوجه الدعوة الامين لكن ليه او لغيره التحدي مفتوح ليه او لغيره اللي شايف نفسه انه يعرف يرد بفضل انا اول شيء وجه الدعوة للخرضاوي اده اهم الشيء يعني الخرضاوي هاده انا بحبه بصراحة بحبه لانه علمه غزير غزير جدا جدا فياريت يا هيصر تحكينا مع الخرضاوي هاده ونقدر يعني تلاقينا سبيل اليه ويجينا ينظرنا انا المستعدين بصراحة اقل ملحد يعني انا لا احمل غير الشهادة الابتداي بصراحة يعني لا انا انا اكدت واحد فيكم لا لا انا لا احمل غير الشهادة فعلمي قليل وانا بتمنى الخرضاوي هاده ايجي انا اظنى ان اظنى ايلي شخصيا وهو صاحب العلم الوسيع والبال الفسيح وما بعرف الموديل اللصيح فكل هالاشياء الجميلة متوفرة فيه مع العلم والسن والهيبة والمركز وانا الوضيع اللي ما عندي لا مركز ولا علم ولا شيء وخلي قدام الناس كلها نتنظر يعني ما عندي اي مشكلة نوفا قبل ما تروح قبل ما نسك الخط دي رايك الاستهزاء بيعطي نتيجة هل هو ايجابي ام سلبي في كتير ناس انتقدونه لانه عم استهزئ بالله و واتباعه يعني بص انا رايي في الموضوع ده يعني كنت قلت قبل كده بص ممكن يزعع لكم مني شوية انا شايف ان اللي بيفتح الفيديو انا مجلباته متقربة شخصية الفيديو ويلاقي يكمل سباب والاستهزاء دوت بيتصدم زيادة عن اللي يجوم درجة رابق في الفيديو في سايتان انا ده حصل معي انا شخصية بس اللي عبدالصحة بعدين مهماشي طب انا هقول لها ايك على حاجة انا ده حصل معي بزبط ماولا انا اقول حيد مصري انا شفت كمية شتايم وسباب وقرام بيتقطع وحاجات بس انا مرجعتش اتفرج عليه تاني مفتاح تاني اللي بس عشان خاطر افقاره يعني هو الاربع ساعات فبقول الاربع ساعات اكيد مش كلهم كده يعني اكيد مسلا هيبقى فيه ساعة وثلاث ساعات هيبقى عرض افقار انا رأي انا رأي ان عرض الافقار ده اهم بكتير من ده جايز يكون بينفع مع بعض الناس انا ما بقولش حاجة اكيد بينفع مع بعض الناس بس اغلب الناس انا ما اعتقدش ان ده هينفع معهم اغلب الناس هينفع معهم ارملوا الفكرة في حجره يعني في البنق ده ويسيبه طول الليل بقى هيات ايه تدور في دماغه وخصب عنه صدقني هيحاول لي يرميها من دماغه اول يوم تاني يوم اول شهر تاني بس صدقني والله العظيم يعني مش عارف احليفة بقى بس يعني يعني صدقني الفكرة ديت مش هيعرف ينم منها اذا حصل برضو معايا يعني انا كنت بصحة منهم بالليل وانا بقى عمل اتكلم معهم في رمضان وبتاع واكيد في حد تانية عرفوا واكيد كل الكلام ده انا عملته شخصيا واكيد 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 بس انا كنت بصحة بالليل يعني من كتر لقلق الفكرة عمنا بتطور في دماغه فانت بترميله المصيبة بين ايديه وبيتسيبه هل تجاوز مثلا عنده واحدة عندها ست سنين تسعة سنين انت بترميها له بين ايديه طب هل الايه تركب مع الايه طب هل مش عارف ايه بس قنابل على فكرة انت بتقول له قنابل انت دول الوقت بتقول له قنابل يعني واحد زي مسلا شريف جابر ده الولد ده انا بحبه جدا عمل فيديو تسعة دقايق هل اتناقل فعلا موجود تسعة دقايق يعني قنبلة نوية واقوى من كده كمان يعني انا شخصيا بتفرج على الفيديو ده كتير بعد اعيد وازيد فيه وتسعة دقايق بس هو لهان ولا بتاع ولا وكان متعمل يا جماعة اول ما حس ان هو بس تجاوز في لحظة كده قال مقصدش بعدشان بس 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 سداني انا متأكد ان الفيديو ده يعني علامة علامة يعني بس فقدر ايه معرفش فيه ناس تاني بتقول اللي بيمشي مع بعض الناس ممكن اكيد اكيد نو بقى اكيد يعني هو هو الناس كلها مو مثل بعضها ويعني حتى نحن طرحنا ما هو واحد صحيح طرحنا متشعب لكل الناس بصى لكل اظن كل صاحب فكرة يعني ممكن صلى يعني لانه ضيوفنا كتار وضيوفنا متعددين وفي منهم الاول مرة يطلع يحكي في منهم اللي له باع طويل في المحاضرات حتى يعني ف اظن يعني نحن وحلقة استهزاء اكيد اكيد حلقة استهزاء انا بالنسبة لي ممتعة جدا بصراحة يعني اتنسخر فيه على الله الجميل هذا اللي بيخافوا منه كل الناس وانا انا قاعد استهزئ فيه الهالكائن الخرافي اللي هني خايفين منه يعني اظن انا عايزك بس تسلمولي على النبوية والنبوية شو حاطة طعنك عليها مثل مثل الوائل يعني حاطة طعنك على نبوية هي جيتك نبوية لا بخون سوالي بس أستاذ رياض كشف كل حاجة قدام الناس كده ده اشقلبها وعملها ايه ايه صاحب فل صل النبوية تسلم عليه حبيب عني عني يا حبيبي انت بس شوفينة السجارة معاك ونبوية نبوية ايه 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 سيبقى بعد كل يوم انا اصلا حاكم انا بعز المالبورو قوي مالبورو ليت كمان مش بس مالبورو مالبورو ليت حبيبي والفتاحية ليكو انا تشرفت بمعرفتك انا بس حبيت اقول انو بالنسبة الي السخرية هي حالة اعتبرها انه احنا وصلنا الى مرحلة من شدة الملمين باشياء كثيرة وتطور فكري وتطور بحيث ان نحن متيقنين من ان كل هذه الاساطير والخزعبلات هي فعلا in english it's a joke لانه هي القصة نفسها it's a joke وانا اوهاجم القريب قبل ما اوهاجم الغريب الاقرباء من مثلا والدتي والدتي تقول قو يا ابني يا حبيبي قرأت لك القرآن الكتاب كله وختم قلت له يا يوم ما احترامي لو قاريت لي كتاب ريتشالد دوكنز كان ابراكلك وهم الاله مثلا وهي ايضا اعتقد هذه الحلقات مخصصة اكثر للعقلانيين اكثر مما انها مخصصة للمؤلهة للمؤلهة عندنا برامج يعني مثلا تخش على قناة الدكتور جورج او تخش على قناة اخو نجان حتشوف برامج جدا جدا على المعيار الثقيل يعني زي ما انت شبهتها بالقنبلة القنابل وليست فقط قنبلة قنابل نووية تهزوا في عرش العروش المؤلهة جميعا ولكن هذه حلقات استثنائية للفرفشة ولا الانسان بطبيعتنا البشرية نحب نضحاك نحب يعني كده لما تشمل زي ما بنقول وانا اتشرفت يعني بحضوركم كلكم يعني ده كل اللي انا اعزاولكم شكرا كتير لك نوفا شكرا كتير لك معنا عم تعليق من الاخ حكمة عم بيقول نورين الشاشة عزائي جان ورياض وجورج خلي المسلمين يفرحوا حتى محمد طلع من هالطيز عم بيقول انتو ما تعرفون سر البيضة اللي مكتوب عليها محمد البيضة بتقول انه محمد ابويا ونام مع ام الدجاجة واسمه اثبات وبرهان اعتقد ان محمد نكح الدجاجة هو كان بيفتش يا عيشة فينك عيشة انا مش هنا يا رسول معنش يا رسول وراح شاف له دجاجة قال يلا هاي سموه بالانجليزي بيستيالتي وفتش هو عنده الشيكن فتش بسموه عارف يعني فتش يعني اشياء غريبة عن المعقول فهو كان يحب المعاشرة الدجاج ملا انت اي رايك جورج شو رايك انت باعتبارك طبيب باعتبارك طبيب باعتبارك طبيب باعتبارك طبيب انا رايش شخصي في الواقع يعني بعيد عن الاستهزاء والدحك انه اعتقد ان محمد داصن شخصي هو همي اعتقد ان مكانش فيه واحد اسمه محمد ومحمد مكانش فيه الكلام ده غالبا يعني من اول عبد الملك ابن مروان والجماعة دول تم تأليف شخصية محمد عشان كانت تلاقي فيها حاجات كتير جدا في السيرة وفي الشخصية تلاقي حاجات متضادة كتير جدا وتلاقي حاجات غريبة او حاجة غالبا الشخصية تم تجمعها على مدار مثلا 100 سنة او حاجة فطلعت في الاخر بالشكل المشوه ده طيب خلونا نشوف جماعة اذا فيه اي اعتراضات او نشوف نهائة النتيجة للتصويت بس ممكن اضيف شغلة خييجان طبق طبق انو خصوصا لما تفتح صحيح بخاري وصحيح مسلم هما يجبروك انك تضحك يعني انا من زمان حتى من قبل الالحاد لما تقرأ قصة نزول ملكين على محمد وشلخوه وبطحو على الارض وفتحون الصين وطلعوا اعضاء حتى يغسلوها بالبليتش بالكلور ويرجعوها يعني انت كيف تتحمل تقرأ مثل هذا الكلام وما تضحكش يعني هما يجبروك على الضحك او البراق مثلا او انو امه كانت حامل فيه اربع سنين شنو حاملة بفيل اربع سنين حامل وحتى الفيل اثناش اثناش ويولد شنو عنده راسه كبير والفتحة صغيرة ولا ايه الموضوع بالضبط هما يجبروك على الضحك انت ما تدارش تتحمل يعني انا مثلا اعض على لساني لما كنا في الجامع ونستمع الى الخطوة خصوصا عندما تكون في الحسينية الجعفرية الشيعية ده بيقولوا كلام هبل يعني مثلا عجل الله فرجه بيحطوا ايدهم كده على نفخهم دماغهم ايه انت بتحط ايدك ليه عشان ده الاحتراما للمهدي مهدي مين اللي لسه مستخبي من 13 قرن وعايش على قية الحياة ونحن مستنين خروقه بقى مستنين خروق مين المهدي اللي هو لسه عايش اه لسه عايش ازاي ما تضحكش ازاي ما انت بتموت من الضحك وانت بتسمع يعني غصبا عليك لازم تضحك ولا هي رأيكو يا جماعة بالضبط بالضبط معنى التصال من الاخ اظن لاتف اتفضل اخي اتفضل لان الاسم الموض لطيف 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 اتفضل لطيف انا بقرب الانجليزي بصراحة والكلمات الانجليزي على العربي نجيب لك هيثم يترجم لك اتفضل لطيف ولطيف لطيف لطيف عندك مانع تطلع صورتك ولا لا معندي مانع اوكي اوكي يلا طيب انا عمشوف نفسك نحن نشوفك كمان ايه ولا انا اشوفكم شون ممكن اشوفكم يلا داقيه واحده انت شوفنا نحن بنشوفك هنا لأنه صاير في سكايب فأظن بس دقيقة واحدة حتى أكبر الشاشة بأن أتكبر الشاشة عاجز أسلم على أمير أو شجاعة أو شو ما معرف أمير البحث أمير البحث شجاعة البغدادية أمير البغدادية أنا من المعجبين بمسابرتك أمير قلبي أمير حبيب هذا كل من ضاقك ومن لطفك تسلم حبيب بالمواضيع قرأت لك كثير وشفت لك كثير برامج العفو حبيب إحنا بخدمتكم وبخدمة العقلية ومجاهزين بس الحمد لله الذي هداك إلى سواء السبيل إلى نعمة الإلحاد ويكتب لنا باسم دوكنز نحج على العتبات المقدسة بلندن نأخذ طواف سبع مرات على مرقد الضريح داروين ابن أخذ بارك أخذ بارك أخذ خلطه أخذ أنا صالي ساعب بحكي ما سمعت اللي حكيته قبل شوي لا سمعته 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 صوتك صوتك واضح ولكيتلي وراك بالمطبخ وصوينا تشاي عن اعتزازي وحبي لكم جميعا بسلم يا طيب هذا أمير البحث شجاع البغدادي ابن بلدك لكن على راسي هذا يشرفني جدا بس لأنه من بلدك يعني عم تحفل له لا لا واحنا برا الطريق لا هو يشتغم يعني يبحث قدك يمكن عشرين مرة فأكيد هو له يعني وأكثر مني خمسين مرة العفو حبيبي العفو هذا من بلوقك إلى درجته الخاصة تسلم شفت لي بحوت كثير وشفت لي برامج كثيرة كانت جدا 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 قيمة وجدا هريقة واستغربت لي وجود هاي تكمل هاي المعلومات عند هذا الزلم تحياتي إلى وشكرا كثير إلك أخي لطيف شكرا كثير إلك طيب الأخ آسف كثير أخي ولطيف أنا يعني فكرت خلصت طيب خلونا نشوف صورة ثانية في باقي عنا تقريبا شي ربع ساعة من الوقت ونختم الحلقة أخي أظن جورج طلع ورجع طلع ورجع يعني أظن ما يكون في أي مشاكل خلونا نشوف صورة ثانية من هال في صورة هيك ما بعرف أنا ليش حابب يعني بصراحة أعرضها ونشوفها نعلق عليها أنا وأنت الرياض الأخ دكتور وانصر تفضل هاي هاي صورة حجابي عفتي وشرفي وكل هاي هذا المايو اسلامي اسلامي حنبلي هذا المايو تصميم أنس ابن مالك هاي تحدي مع جورج أرمانيو بيرساتشي فهو هذا التناقض اللي يعيشه المسلم فهي هذه الماجدة الأخت المنقبة المقمط احنا نقول عليها مقمطة تعالوا شو يعني مقمط؟ يعني شايف البيبي اللي يلفوه باللفاف فهذا القماط احنا نسميه فهذه أيضا مقمطة بس هي مقمطة ونسأت الباقي من تحت فعندهم أزمة بالأقمشة الاخماش ما كفة فهي ابتدت من الرأس ووصلت للرقبة وانتهت ظل عند الباقي مش مشلح مزلط والأخ العزيز اللي قاعد جنبيها على ياخذ سيلفي ومش مسد انه ما اخذ له سيلفي معه يعني يعني بصراحة انا يعني ما بعرف هاي بدي طبيب يعني يفهم بهالمواضيع هاي الطبيب غير الطبيب طيب لنشوف الطبيب الطبيب راح الطبيب ما هو معنى شو قصة الطبيب ما بعرف يعني بس بصراحة انا اللي بعرفه انه الشمس بتأثر على البتاع ده هاد الشعر يعني لازم يكون فيه الشعر يتعرض للشمس تحت تدخل له بيتامينات هي بدي سؤال لطبيب يعني حتى اخونا الطبيب راح انا كنت اتمنى اخونا الطبيب يكون معنا يعني ولا يهمك على كل مؤمن تفضل حبيبي لا لا عم بقول ولا يهمك خيرها بغيرها طيب راح نشوف بعض التعليقات ونشوف نتيجة الاستفتاء اللي عملناه سؤال الحلقة طبعا كان اذا ارسلنا نبوية في رحلة عبر الزمن الى زمن قريش هل سينكحوها محمد حلونا نشوف النتيجة النتيجة عدخذين اخ دانيال عم بيقول محمد will fuck her and fuck me and fuck you and fuck all of the world he is 40 horse power صحيح الاخ الاخ رشا عم تقول تحية طيبا من العماق لجميع الاخوة المشاركين بالاخص الغالي ابو يوسف شكرا لكم ملو عزيزتي ملو بالقلب ملو بالوردة تحياتي لرشاوي اللي دائما معانا بدعمها وتشجيعها شكرا طبعا الاخ دانيال حيطت واحد السؤال كان هو اذا اجابتك بنعم اكتب واحد اذا اجابتك بلا اكتب اثنين فالاخ دانيال كاتب واحد الاخت رشا ماي كاتبه شي وهو لازم تحطي نحنا حطينا للاستفتاء الاخت شي عم تقول بالنسبة للايجابة رقم واحد عم تقولوا حييه يا جان هي اساسا بدها سؤال يعني بالفعل بدها سؤال يعني ما هي تذكرو بماريال قبطية شوفي عيونه خضر بالضبط بالضبط في الاخ امران عم بيقول الاستهزاء هو احد طرق النقد برأيي والاستهزاء من هذا الكاذب محمد والخرافة الله هو واجب طبعا واجب وفرض عين همودة عم بيقول واحد ضرب عشرة يعني الاجابة هو لازم تكون واحد ضرب عشرة يعني عشرة واحدات حيطة الرجل الريتس الريتس اظن نعم تقول الاخيرة الاخيرة شوية اثنين يعني معقول طيب في رقم 7620313 حيطة كمان رقم واحد بس بشرفك شوف الجمال الحلو على الشاشة يعني انت يوثنك انو محمد راح يعمل رزيست لها الوبها هذي كلها العسل الزبد هاي نبوية مش اي كلام فارغ هاي نبوية هاي بالضبط لا اعتقد انو راح يوفرها محمد محمد اذا ما وفر الاموات فببالك راح يوفر الاحياء على اي حال يعني هو اثبت جدارته في زواج الطفولة هاي سموه بيدوفايل على ايامنا هذي يدخل فيها سجن بيدوفايل هو تزوج بنت لا مش تزوج هو خطب الخطبة ياجه على الخير هو عمره يمكن خمسة واربعين سنة وخمسين سنة واحد يسأله الى اين يا محمد الى الخطبة اه ما شاء الله ما شاء الله ومن تكون عائشة عائشة هاي اللي عمرها ستة سنين اي ستة سنين راح يخطبها فاتخيل انت يعني هاي مخي ما يتقبلها ابدا وهذا رسول الله مش اي واحد رسول ايه كان عمره خمسين سنة بوقتها خمسين عالتمام خمسين كمان خمسين هاي على اساس يعني جاي كحلة لا مصيبة هاي كارثة هاي سموها بيدوفايل هاي يدخل بها سجن مع جده ابراهيم لانه ابراهيم كان قواد وكان يريد يقتل ابنه اسحاق ويذبح ابنه اسحاق اي ايضا كله جريم جرائم بالضبط هو القواد الكبير هو ربهم الارعن هذا يسموه الله للأسف الشديد في الاخ الديانة كمان صوتت معنا وعم تقول نبوية جميلة كتير رقم واحد يعني يعني كل الناس متأكدة انه من فعل رسول الله هذا اكيد يعني مستحيل تروح عليه هيك مناسبة يعني يعني النبوية على فكرة بدون فياقرة ما يحتاج اصلا فياقرة لنبوية شوف جماله انت رح ينبهر فيها محمد طيب في الاخ محسن عم بيقول من فضلكم سؤال خارج الموضوع يا اخي خارج الموضوع طيب حلينا نخرج معك خارج الموضوع من فضلكم سؤال خارج الموضوع يراودني احساس بالذنب بعدما سمعت كلامكم عن التطور في حلقات اخرى وانه يجمعنا مع كل الحيوانات اصل مشترك احس بالذنب عندما اكل لحم انني اكل اقاربي فهل هذا احساس طبيعي ام انني مبادل والله انا الشعور متبادل في يوم من الايام اشتريت كنتاكي فرايد تشيكن كيف سي وين رحت رحت على الحديقة البارك وكان كله بط ووز ويعني اقارب الطيور عائلة الطيور وانا قاعد ااكل كزن قاعد ااكل ابن خالتهم دجاجة فحسيت يعني بذنب رهيب ما قدرتش اكمل السندويشة راح اكملتها مكان بعيد بصراحة يعني هو الزنب على فكرة يعني فيه فيجيتيريان عالم ناس نباتيين بيأكلوا نبات بس يعني ما بيأكلوا اللحوم نهائيا يعني هي بصراحة انا مثل ما بقولوا تعوين يعني انا مثلا بسوريا مثلا يجيبوا الجيجة كاملة مفروجة مشوية مثلا يحطوها قداما نبرك نفسفس فيها وعادي يعني طعام يعني ما في اي شيء وزا بتذكروا كلها بنا نعرف المنسف مثلا والحك اللي بيحطوا الخاروف رأس الخاروف فوق البرغول هذا شيء عادي كان بس حاليا انا اذا اشوف جيجة مثلا كاملة مشوية قدامي بصراحة ما بقدر ما بقدر اشوف المنظر يعني فهي تعويض ارزم يعني تعويض على هي تعويض بس من من ناحية علمية هذا هو قانون العجلة التطور الوراثي والقانون الطبيعي انا اقول القانون الطبيعي انه تأكل تتغذى ولكن لا يتغذى بك يعني تتغذى فيهم قبل ما يتعشون فيك يعني اذا تروح على الغابة لازم تحمي نفسك من الاسد وتحمي نفسك من الحيوانات المفترسة وفي نفس الوقت القانون الثالث انك تتكاثر يعني تنقل النسل فانك تتغذى على بقية الكائنات الحية من اجل الاستمرارية ومن اجل البقاء هذا تماما ما هو مطلوب منك في الطبيعي فلكن ان تريد ان تستخدم عقلك هذا موضوع اخر تريد تستعمل مشاعرك وعواطفك هذا امر اخر انت حر مش مجبور انك تكون نباتي بالعكس المطلوب انك تستمر في الحياة وتبقى لحد ما توصل الجينات الوراثية الى النسل من بعدك الى النسل الجديد فقط هذا كل ما هناك في الاخ حيصر شفنا على كل حال عم بيخرف الاخ حيصر بتخاريفه مانا فيه الاخت الشي عم تقول تحية كبيرة لكم فخورة بيقيمت بتقديمكم وشجاعتكم بقيمكم وشجاعتكم باسف الاخ علي عبدالله الاخ علي عبدالله بصراحة هو عم بينسخ سؤال وبيحطه على كل الفيديو هاي اخي عبدالله اخي علي انا اسف كتير بصراحة انا ما عم بقدر اقرأ كتابتك يعني كتابتك كتير فيها بتنسى حروف يعني العسالة ما عم تصني ما عم بقدر استوعب ما عم بقدر اكمل القراءة ما عم بقدر استوعب الفكرة اللى انت عم تطرحها ياريت 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 تكتبها بطريقة صحيحة كاملة حتى قادر اقرأ يعني اكمل القراءة وانا يعني مثل ما بقولوا يعني ما عم بتجاهلك نهائيا ولكن ما عم بقدر اكمل القراءة بصراحة يعني في اواكن الصحوة عم بقول او عم بتقول سهرة سعيدة ورائعة مع اجمل الملحدين العرب جان رياض جورج تحياتي او كلتنا لسنا عرب يعني للأذب نحن متكلمين باللغة العربية ولكن لسنا عرب يعني انا اقول عن نفسي واظن رياض ما بعرف اذا بتوافقني لحكي هذا نعم احني هذه موروفات لغوية في الحقيقة نحن الشرق الاوسط وشمال افريقيا عندك خلفيات وطوائف كثيرة جدا انا حتى واحد من الناس رغم ان انا من بيت الخزرجي اللي انا ايضا مخلط يعني انا عندي جدة تركومانية من جهة وعندي جدة بريطانية انجليزية اي نعم بريطانية صدق او لا تصدق جدة انجليزية من جهة اخرى يعني دماء مخلطة كلنا اصبحنا مخلطين هالأيام وزوج خالطي كردي من كردستان يعني اولاد خالطي نص اكراد ونص ما تعرف كلنا مخلط يعني تفضل خيه طيب خلينا نشوف نكمل التعليقات ونشوف النتيجة الاخ جوزيف عم بيقول ممكن اعرف شو موضوع الحلقة هاي من ساعة طيزة الدجاج طيزة الدجاج يا اخي جوزيف واسف اذا تأخرت في نقل تعليقك يعني هو طبعا مكتوب برنامج الجهر من الالحاد هيا بنا نضحك على الله فموضوع الحلقة هو الاله الضعيف هذا اللي وصلت فيه المواصيل الزلمة ما عم بقدر يبرهن نفسه إلا من طيزة الدجاجة ولا من جلود الغنم ومن جلود البقر وأشياء تافهة مثله يعني هو بيعبر عن نفسه والمسلمين جعلوا قضحوك يعني إلنا ونحن الهون لنضحك على الله فهذا هو موضوع الحلقة اخي رياض اذا ما بعرف في عندك اي شيء بهالحلقة برأيك ما غطينا ورأي تحكي فيه أنا جدا سعيد أنه أنت عطيتني الفرصة للمرة الأولى أن ألتقي بأخ وزميل عزيز الدكتور جورج على عيني وعلى رأسنا وأيضا شكرا لك على هذا المجهود الرائع ونصيحة للذي عنده شك خصوصا من المسلمين إذا أنت عندك شك نصيحة ما تطول معاك يمكن أقل من أربعين ثانية خمسة وأربعين ثانية فقط ها إذا تريد تأكد الشكوك اللي بداخلك انسى التطور وانسى وانسى تعال على سورة فاطر أول آية من سورة فاطر في القرآن ماذا تقول؟ تقول فاطر السماوات والأرض جاعلنا الملائكة رسلا جاعلنا شو؟ الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثلا وثلاثا وربع يزيد في الخلق ما يشاء هذا كلام الله هذا اللي خلق لك الغالاكسي والنجوم كل نجمة كل غالاكسي مئة مليار نجمة في داخلها وها حلشان بس أنه يخلق لك رسل من الملائكة عندها أجنحة شوف هذا يعني اندل على الشيء فعلا يدل على الأساطير والخرافات التي هي منبعها الحضارات القديمة والبابلية والسومرية واليوناء كلهم كانوا يقولوا بأن الملائكة لديهم أجنحة وأنهم أنصاف آلها وأذكرك أنت تسمي الملائكة جبريل شوف كلمة إيل في نهاية الاسم إسرى فيل ميكا إيل هذه إيل اسم الله يعني القديم الأحفوري اللي كان اسمه إيل وعنده أولاد صغار وهذول الأولاد صغار أسماءهم تنتهي باسم الوالد الكبير إيل إسرى فيل ميكا إيل جبريل فكر بيها شوية ما رح تأخذ منك أكثر من دقيقة رح تترك الإسلام ورح تترك أبو الإسلام وتحياتي لكم من جديد وآسف على الإطالة وأرجو أني كنت خفيف الظل وتحيات نبوينك يا نبوية نبوية راح تخسل شعرها وتقولكم شكرا فضل خي شكرا شكرا رياض يعني بصراحة نبوية تعزبت معنا كمان وأنا بتمنى لها السلامة في رحلتها عبر الزمن إلى محمد وأنا أتمنى لها يعني بتمنى لها يعني ما ما يصير فيها ضرار فسيخة مثل ما أقول على كلين أنا أصدقائي بدي أنبه لموضوع الجهر وأنا بتمنى من كل الملحدين القادرين على الجهر يتصلوا فينا ويجهروا بإلحادهم معنا واللي ما بيقدر يجهر ممكن صوت مثلا في عمنا برنامج منبر الإلحاد ممكن نسجل صوت تسجيل صوت بتبعته ونحن نطالعه في برنامج منبر الإلحاد وحتى ممكن تكتب كتابة إذا ما بتقدر للصوت والصورة ما بتقدر لهم ممكن تكتب كتابة أصدق نحن من شرع صفحتنا وعلى موقعنا وهذا كله تشجيع لأخذنا للناس الغير قادرين على الجهر أو قادرين ومترددين نشجع هالناس أنه يجهروا حتى نوقف في وجه الغول الإسلامي الشرس واللي شايفين شو عامل ببلادنا وشو سوا فينا أخذ مننا كل شيء كل شيء للأسف ضيعنا كل شيء طيب أخي رياض أنا بتشكرك كتير وأسف أصدقائي كمان كان المفروض يكون معنا الأخ أحمد حقان ولكن الأخ أحمد الميت كتير ضعيف عنده ما ساعده أنه يكون معنا وبتشكر كمان الأخ جورج اللي أمتعنا في وجوده وبتشكر كتير أخي رياض على الوقت الطيب العطرة الثانية العفو حبيبي على رأسي وتحياتي إلك ولكل المتابعين والمشاهدين شكرا 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 كتير أخي رياض وشكرا لكم أصدقائي وطبعا الموضوع هيا بنا نضحك على الله سلسلة مستمرة ولن نتوقف حتى تتوقف روحنا بإذن الله تعالى ولا بإذن الله روح اللي أنت شايفه باعتبارك طبيب لا ده أنا بدرس طبي لسه ما كملت يعني ما أنا متخرج لا علامات التفوق واضحة كل شكرا شكرا كتير لك رياض وشكرا لكم أصدقائي إلى اللقاء في حلقة قديمة إلى اللقاء يا سيد شكرا شكرا